طيب كابتن علي امكان انت ملاحظ وكلنا ملاحظين ان فيه امكانيات موجودة في الوقت الحالي انه ما فيش مواهب تعالل الكلام ده بايه او تفسره بايه والله كابتن مصطفى من ناحية مواهب مصر فيها مواهب مصر فيها مواهب هي المشكلة ان انت تدور عليها انت عايز تقعد هنا واللعيبة تجيلك النظرية دي يعني انا شايفها خطأ ان انت لازم تسعى انت لتروح يعني انت وجردناها كتير جدا زي ما عملنا دي الاسماعيلي في نجوم كتير جدا كان بروح يجب من الصعيد ومن الشرقية ومن هنا بالزبط يعني جبنا كتير لعيبة من الصعيد جاء الاسماعيلي بداياتهم كان يعني يعني مجموعة من اللعيبة اكثر من ممتازين انت اصب من اسماعيلية كابتن علي اه طبعا وكل النجوم اللي كابتن علي بكلها اصب من اسماعيلية في جيلة كلهم كلهم لغاية سنة التسعين بدأت الفكرة تتغير لكن انا عايز اقول انا فترة من الفترات خمساشة سنة كده كان اشتغلت شوية في النادي المقاولين كان لين المونصب رهيم محلق ايوه وقال لي كابتن علي انا عايزك وانا كنتش انا وقاليش في الكورة وانا عايزك دلوقتي يعني الوقتي العثمانيين مش موجودين في النادي وانا محتاجك دلوقتي فروحت وقعتنا معاه وشغلت سنتين مستشارة فكان بيسألني برضو السؤال ايوه انا كان عندي زمان ناشئين في المقاولين احسن نعيد دلوقتي ما عندناش وكده ايه سألت له السبب برا انت هنا بتاخد فرز تالت او رابع بعد الاهلي والزمالك بالزبط والانبي دخل اه الانبي دخل جاند اوي فالحل برا الحل قال لي انا عندك فروع كما اولين عرب عندك فرع في طنطة وفرع في الصعيد وفرع في المنصورة دي كسفات فلازم نسحع وبدأنا في فرع طنطة فعملنا في فرع طنطة مشروع انا اللي عملته وبدأنا كان بلعبوا درجة تانية او تالتة وبعدين افروا النشاط حوالي عاشر سنين دفعنا غرامات وعملنا فرقة ودخلت تحت 14-15 سنة في دور الغربية اه وكنت بروح احد للتدريب انا والمهندس محمد عادل دور تبع المحافزات تبع محافزة غربية اه محافزة غربية بتمثل يعني ده محافزة غربية ودخلنا في فرقة بتاعت المقاولين طنطة اللي هي مقاولين عصمصون كانوا يسمون عصمصون وكننا بروح نحضر التدريب انا والمهندس عادل والمشروع ده انطلق منه وطلع منه محمد صلاح ما شاء الله فمشوار محمد صلاح من طنطة لمصر كان معاي وانني كمان لا انا كان محمد محمد صلاح محمد صلاح يعني انت اول واحد حطيت بصمة على محمد صلاح المشوار من طنطة من طنطة لمصر جوه النادي المقاولين ده كان معاي انا والمهندس محمد عادل